أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيته الملك وهو على كل شيء قديم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاف فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المغصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفو تكاد تميز من الغير تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتك النذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا له كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعين فاعترفوا بذابهم فزحقا لأصحاب السعين إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يؤسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف ندير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينسركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غلور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطوم ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه ذلفة سيئت بجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم من أهلك كني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء غورا فمن يأتيكم بماء معين